تمض الأيام وتزدحم الأحداث إلا في ذاكرة العراقيين إذ لا تغيب عنها الأيام السوداء التي انتقلت معهم من جيل لجيل فمن لم يعاصر حرب الخليج الثانية كابد مآسي الاحتلال الأمريكي فجر السابع عشر من كانون الثاني عام 1991 شن حلف من أكثر من ثلاثين دولة بقيادة الولايات المتحدة عدوانه على العراق متخذا في الظاهر من أحداث الكويت ذريعة له أما باطنه فهو رغبة متجذرة لدى الإدارة الأمريكية بدفع صهيوني لتحييد العراق عن معادلة الصراع العربي الصهيوني بدأت واشنطن ما سمتها عاصفة الصحراء بغارات جوية مكثفة شملت كل المحافظات العراقية ولم تستثني هدفا مدنيا ولا عسكريا الجسور والمستشفيات وحتى المدارس كانت حرضة لصواريخ التحالف وكان أبرزها والأكثر دموية قصف ملجأ العامري المدني في بغداد والذي راح ضحيته أكثر من 400 مدني أغلبهم من النساء والأطفال بعد الغارات التي وصلت لأكثر من ألف غارات يوميا واستمرت لنحو 40 يوما بدأت حشود التحالف بالتقدم صوب الأراضي العراقية حينها واجهت مقاومة شرسة من الجيش العراقي في معركة ناصرية شهيرة ثم أعلن بعدها وقف لإطلاق النار أسس العدوان الأمريكي آنذاك لحقبة صعبة في تاريخ العراق فبعد العدوان فرضت الولايات المتحدة وشركاؤها حصارا اقتصاديا على العراق تسبب بمأساة استمرت 13 سنة ضربت مختلف جوانب الحياة حتى وصلت حليب الأطفال فوفق إحصائية لليونسيف فإن معدل الوفيات ضعف بسبب الحصار الذي تسبب بموت نحو مليون عراقي بينهم 500 ألف طفل بوقع الانترسبيت الأمريكي أكد أن إدارة بوشل أب ارتكبت جرائم حرب وقدمت تبريرات واهية لتبرير استهداف العراق الآن وبعد 28 عاما من العدوان فإن اكتماد المشهد يحيل إلى النواية المبيتة تجاه العراق فقد كانت فعلا هدفا استراتيجيا لدى الإدارات الأمريكية فشلت عند بوشل أب وترجمها بوشل أب باحتلال العراق عام 2003 تختلف الذراع والغاية واحدة ولتدمير بلاد الرافدين يقول التاريخ إن الغزاة وإن طال الأمد راحلون وإن الشعوب قد تمرض لكنها لا تموت